شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين هذان الشهران شهر جماد الأولى وشهر جماد الثانية يتعلقان بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قبل أن نبدأ بالحديث نذكر بإذن الله تعالى مقدمة وهذه المقدمة هي أنه مرت على هذه الأمة ثلاثة أدوار من الإنحراف في مجال الحكم تبعت هذه الأدوار أدوار أخرى ولكن تلك الأدوار ليست محطا لنظرنا الآن الدور الأول تمثل في حكومة الثلاثة الأوائل الدور الثاني تمثل في الحكومة الأموية الدور الثالث تمثل في الحكومة العباسية هناك ملاحظة تتعلق بهذه الأدوار الثلاثة قبل أن نبين هذه الملاحظة نشير إلى نقطة وهذه النقطة هي أنه تقييم الأفكار تقييم النظريات تقييم المبادئ تقييم المذاهب له طريقان الطريق الأول هو الطريق المباشر الطريق المباشر يعني أنكم تتوجهون إلى الفكرة مباشرة وتقييمون هذه الفكرة من خلال ذاتها هذه الفكرة هل تتناقض مع ذاتها هذه الفكرة هل تتناقض مع الواقع الخارجي هذا هو الناحو الأول النحو الثاني أن تقييم الفكرة بطريق غير مباشرة كيف يتم تقييم الفكرة بطريق غير مباشرة في المنطق أكو هناك بحث حول البراهين الليمية والبراهين الإنية البرهان الإني يعني أن تنتقل من المعلول إلى العلم يعني تلاحظ الدخان فتنتقل من وجود الدخان إلى وجود النار هذا يقال له البرهان الإني أو هذا أحد فردي البرهان الإني تقييم الفكرة من خلال نتائجها ما هي النتائج التي ولدتها هذه الفكرة في الواقع العملي من خلال هذه النتائج نحكم على الفكرة وأن هذه الفكرة فكرة باطلة أو فكرة حق هذه الطريقة هذه الطريقة الثانية هي صحيحة مطلقة أو باطلة مطلقة أو صحيحة في الجملة وباطلة في الجملة مو محل بحثنا الآن لا نريد أن نتحدث عن ذلك ولكن كواقع قائم الناس عادة يقيمون الأفكار من خلال النتائج المفكرين يقيمون الأفكار من خلال ذاتها ولعله بعض المفكرين لا كل المفكرين ولكن الطابع العام في المجتمعات تقييم الفكرة من خلال نتائجها إذا أردنا أن نقيم الاقتصاد الشيوعي هناك مفكرون جاءوا وقيموا الاقتصاد الشيوعي من خلال ذاته وأثبتوا أن هذه الفكرة فكرة باطلة ولكن غالبية الأفراد كيف يقيم الناس يعرفون نظرية فائض القيمة التي طرحها ماريكس في مؤلفات غالبا لا الناس يعرفون الأدوار التاريخية التي طرحتها الشيوعية لا مرحلة إحدى القوتين العظميين الآن تحول إلى الدولة من دول العالم المتخلة والاقتصاد والاقتصاد الشيوعي انهار في العالم الناس يقولون هاي فكرة فاشلة الفكرة الاقتصادية الشيوعية فكرة فاشلة من خلال نتائجه احنا نتصوّر أن هذه الأدوار السلاسح التي ذكرناها أعطت انطباعا بشعا عن الإسلام لدى كثير من عقلاء العالم هناك مفكرون هناك منصفون لاحظوا الإسلام من خلال ذاته ولكن كثير من الأفراد في العالم كثير من العقلاء هذه الحكومات حكومات الأدوار الثلاث أعطت انطباعا سيئا عن الإسلام الحكام الذين حكموا في الأدوار الثلاث من كانوا إذا نريد نمثل كل واحد منهم كان صداما أو يشبه صدام في موقعه الحجاج منه كان الحجاج كان صداما أكو واحد حاضر أن يردخ لحكم صدام إلا أن يكون هذا الحكم بالحديد والنار الخلفاء 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 عبارة غير دقيق الحكام الأمويون والعباسيون أعطوا هذه الصورة ذلك الرجل وَمَنْ أَبَى الرجل عندما اعترض وقال منا أمير ومنكم أمير إلى حق يعبر عن رأيه الرجل شنو قال طأوح هم كاتبين مو إحنا نقول فوطأوه بأقدامهم حتى كاد أن يموت هذا مو منهج صدام في الحق وبقي عليلا مريضا هذا الرجل سيد الخزرج وبعدين كتبوا في كتاباتهم أن الجن قتلوه ووضعوا بيتين على لسان الجن هذا الرجل طلع على مكان وقتلوه تصفي الجن رمو هذا الرجل وذكروا هذين البيتين نحن قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عباده ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده هذا مو معنات منهج الإرهاب عن هذا الدين الآن أكو واحد حاضر عاقل أن يعود إلى حكم صدام لا طبي أكو أكو واحد حاضر يعود إلى حكم الحجاج وإلى حكم هشام بن عبد الملك وإلى حكم هاروم وإلى حكم المتوكّر واحد عاقل محاضر هؤلاء هم ممثلوا الدين النقطة المحورية في هذا الباحث أن ثلاثة من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كل المعصومون كان لهم دور في هذا المجال بأقوالهم ومواقفهم ولكن ثلاثة من المعصومين كان لهم دور مهم في فضح هذه الأدوار الثلاثة الحكومة العباسية الذي كان له دور مهم في فضح الحكومة العباسية الإمام الكاظم صلوات الله عليهم بمظلوميته وسجنه وما جرى عليهم مما تعلمون فضح هذه الحكومة الذي كان له دور متميز في فضح الحكومة الأموية من كان سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم فضح هذه الحكومة وأسقط هذه الحكومة هناك الدور الأول الدور الأول كان أخطر الأدوار لماذا؟ صدام أخطر للبكر ياهو أخطر صدام أكثر جناية أو البكر شنو الجواب؟ الجواب صدام سيئة من سيئات البكر إذا البكر ما كان صدام ما كان هو الذي مهد له هذه الأرضية وعلى أكتاف البكر صعد صدام فكل جنايات صدام في ديوان البار حكومة الأوائل هي التي مهدت الطريق لجميع الجنايات الأمويين والعباسيين والعثمانيين ومن بعدها لأن الانحراف بدأ من ذلك الوقت أكو هناك ثلاثة أشعار لطيفة الخطباء حفظهم الله يقرؤونها ثلاثة أبيات البيت الأول يقول إن ذلك السهم الذي أصاب قلب الإمام الحسين من السقيفة هذا انطلق ذلك السهم من السقيفة وبعد ستين عام تقريبا هذا كان ينطلق أصاب قلب الإمام الحسين واقعية الشاعر يقول سهم أتى من جانب السقيف وقوسه على يد الخليف هذا البيت الأول البيت الثاني الشاعر يقول اليوم من إسقاط فاطمة محسنا سقط الحسين من الجواد صريع هذا الوقوع أثر ذلك الوقوع البيت الثالث يقول كف بها أمك الزهراء قد ضربوا هي التي أختك الحور بها سلب هذا نتائج ذاك من الذي فضح هذا الأساس وهذه القاعدة الذي فضح الحكومة العباسية الإمام الكاضي بمظلوميته الذي فضح الحكومة الأموية الإمام الحسين بشهادته الذي فضح حكومات الدور الأول منه كان الصديقة الكبرى بموقفها بمظلوميتها بشهادتها هذا هذا الموقف جدا مهم لأن هذا الموقف هذه العقدة إذا إحنا منح لها لا نتمكن أن ندعو العالم إلى هذا العقدة أن هذه الحكومات لم يكن تمثل هذا الدين من الذي فصل بين الإسلام وهؤلاء الصديقة الكبرى قالت هؤلاء لا يمثلون الإسلام هؤلاء لا يمثلون الدين هؤلاء لا يمثلون النبي صلى الله عليه وآله الخطبة الفدكية واحد من الأفراد الذين تشيعوا قال سمعت هذه الخطبة في شريط الخطبة الفدكية جدا مهم يقول فهزتني هذه الخطبة الخطبة الفدكية وكان ذلك عاملا لتحقيقه حتى ذهب وأعلن تشيعه خطبة الفدكية جدا مهم مجهولية قبرها أي شي يتمكنون ينكرو هذا ما يتمكنون إنكار كل واحد له قبر معروف عائشة لها قبر معروف زواجات النبي لهن قبور معروف ابنة النبي الوحيدة أين قبره ما قبره الموالين يذهبون يبحثون ولا يجدون هذا الموقف إحدى المواقف المهمة التي فصلت بين الممارسة وبين الفكرة هؤلاء الذين جاءوا لا يمثلون الدين هؤلاء حكام حكام متخلفون أيضا لأن عندنا حكام متقدمون وعندنا حكام متخلفون حكام حكم المجتمعات بمنطق الحديد والنار خذه وكلما نتمكن أن نحيي ذكر الصديقة الكبرى صلوات الله عليها هذا يساعد على هذه المهمة هذا الجانب الأول من الحديث وهو أن الزهراء صلوات الله عليها تمثل المقياس والحد الفاصل بين الفكرة والتطبيق ننتقل إلى موضوع آخر وهذا الموضوع الآخر هو أن إحدى الأشياء التي يقوم بها الغرب الآن صناعة الرموز في مختلف الأبعاد الرموز الاجتماعي الغرب عنده الرموز الفكرية الغرب عنده صنع مو قضية طبيعية وإنما قضية مصنوعة ومقصودة الرموز السياسية يصنعونها صنعا هذا بحث طويل ما علينا به الآن إحدى المجالات الخطيرة اللي الآن هذا المجال خطورته في هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الغرب صنع رموزا للمرأة في العالم وهذه قضية خطيرة الآن هذه قضية العولمة الموجودة الآن بعد ما تتمكن أن تخفي الأشياء كل شيء واضح قديما الناس كانوا يجب أن يذهبوا إلى الغرب الآن الغرب جاء إلى بيوتنا الغرب الآن في كل بيت شئنا أو أبينا الغرب صنع رموزا للمرأة رموز جاذبة تجذب المرأة تحولت إلى طيارة تقود الطائرة هذا شيء مغري للمرأة المرأة تحولت إلى نائبة في البرلم هذا شيء مغري المرأة تحولت إلى رئيسة جمهورية في بعض بقاع العالم المرأة تحولت إلى رئيسة جمهورية أو رئيسة وزراء هذا إغراء رئيسة هدفه لماذا؟ لأنه نحن دائما هذه نقطة مهمة وأظن أن الوالد رحمه الله هذه الكلمة يمكن أن تكون كلمة كان يقول يجب أن نبحث ما هو الثمن واحد بسكر قعد على مائدة وأكل من مختلف أنواع الأطعم والتاذ جيد ولكن ما هو الثمن الذي يدفع ما هو الثمن الذي دفعته المرأة المرأة في الغرب محطمة العائلة الغربية عائلة محطمة العلاقة بين الرجل وزوجته علاقة مفكك العلاقات العائلية محطمة امرأة تموت بعد ثلاث أعوام هذا في الغرب كثيرا ما يحدث بعد ثلاث أعوام أربعة أعوام يفتهمون أن هذه المرأة ماتت وقد تحولت مثلا إلى هيكل عظمي إذا مرت أعوام طويل وقد امرأة إحنا هوي وضعنا أفضل وضع عوائلنا هوي أفضل عدنا تقارب عدنا تلاحم عدنا تزاور هذه القضايا ليس مفهومة في الغرب كثيرا السمن الذي دفعته المرأة الغربية على أسر الحضارة الغربية المادية سمن الزمن باهظ الإنسان يصير طيار ويخسر ذاته ما قيمت هذا ما إلا قيمة الإنسان يصير رئيس جمهورية ويخسر كيانه ما إلا قيمة الآن في الغرب أكو رد فعل تجاه هذه الحال نقل أحد الخطباء الكبار شيء عجيب هذا الشيء يمثل إحدى ردود فعل الغرب على الواقع الذي بلغه يقول الآن هناك في الغرب تفصيل في أنا أجمله أكو هناك جمعية في الغرب اسم هذه الجمعية جمعية المرأة المستسلمة لزوجها انتما إلى هذه الجمعية عشرات الألوف من الغربيات عشرات الألوف ورئيسة هذه الجمعية كتبت كتابا طبعا منه إلى الآن نصف مليون نسخ وعنوان هذا الكتاب المرأة المستسلمة لزوجها فكرة هذه الجمعية فكرة لطيفة يقول الحضارة المادية أججت الصراع في داخل العائلة بين الرجل والمرأة الخطابات التحريضية التي تعطيها الحضارة الغربية للرجل والمرأة جعلت الرجل في البيت ضد المرأة والمرأة في البيت ضد الرجل نحن في هذه الحالة تنتقل لنا بمقدار تأثرنا بالحضارة الغربية حضارة الغربية تقول للمرأة أنت لك كيانك لك شخصيتك تمرد على الرجل الرجل ما إلا قيم ما عليك أنت مساوية مع الرجل إذا خليت في مكان قائدين وأججت الخلاف فيما بينهم هذا الكيان يبقى ما يبقى هذا الكيان ولذلك الكيان الغربي العائل تحطى الطلاق في الغرب كثير الانتحار على أثر الخلافات العائلية كثير الرجل الرجال ينتحر ما يتمكن يعيش مع هذه المرأة ما إلى طريق يروح ينتحر المرأة تشوف ما تقدر تعيش مع هذا الرجل تروح تنتحر الطلاق في الغرب أرقام رهيبة وفكرة هذه الجمعية أن نعود إلى حالتنا القديمة المرأة قديما كانت خاضعة لزوجها الرجال قوامون على النساء تعالوا أيها الغربيات أو تعالينا أيها الغربيات اخضعوا لأزواجكم وارتاحوا عشرات الآلاف من الغربيات انتمينا إلى هذه الجمعية رد فعل لأن الحضارة الغربية ما تمكنت أن تقدم نموذجا مشرقا للمرأة الخيانات العائلية في الغرب خواه مثل شرب الماء من الطرف الكلمة الثانية نحن نعتقد أن أفضل النموذج العالم يجهل هذا النموذج أفضل نموذج للمرأة في العالم كله هي الصديقة الكبرى فاطمة الزهرة نحن إذا نتمكن أن نطرح هذا النموذج إمرأة يابانية في قضية طويلة قرأت حيات فاطمة صلوات الله عليها فأعلنت إسلامها من حياته قالت هذا هو النموذج الذي كنت أبحث عنه المرأة الغربية المرأة العالمية وحتى المرأة المسلمة تحتاج إلى هذا النموذج الصديقة الكبرى صلوات الله عليها لاحظوا هذا النموذج حتى نحن نحتاج نحن في بيوتنا في عوائلنا نحتاج إلى هذا النموذج الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول فوالله ما أغضبتها وما أغضبتها من يحتاج إلى مثل هذا النموذج العالم من يحتاج إلى هذا النموذج المرأة إذا في العالم تجد هذا النموذج هذا مبديل أفضل من هذه النموذج الموجودة وفي وصيتها صلوات الله عليها قالت يبن عم ما وجدتني كاذبة ولا كذبة واحد هذا لعله تعليم لنا ولزوجاتنا وفي مقطع آخر ولا خالفتك منذ عاشر نحن نحن من يحتاج إلى هذا النموذج عوائل ما يحتاجون إلى هذا النموذج إحنا إذا طرحنا هذا النموذج لعوائلنا إحنا لا نسعد في دنيانا إحنا الآن عيفو الغربيين اللي يعانون هذا المشاكل هذه المشاكل أحد الإخوة كان في لندن كان يقول كان هناك جسر قلت أمر يقول بعدين إجيت شفت أن هذا الجسر يمسوي له حاجز من الجانب قلت ليش قالوا لأن الناس كانوا يجون فوق هذا الجسر تحت شارع السيارات تمر يلقون بأنفسهم تحت عجلات السيارات انتحار مو حياتها الحياة التي يعيشها الغربيون مو حيات فيها مظاهر فيها بريق ولكن خواء من الداخل مثل والعياذ بالله والعياذ بالله واحد مصاب بالسرطان وبعد أيام يموت لكن مظهر مظهر طبيع الحضارة الغربية هالشكل خواء ولذلك عندما يعرض عليهم الإسلام عرضا صحيحا يقبل عرضنا ضعيف أحد التجار أو وكلاء التجار في طهران أحد الإخوة أعطاه كتاب الوالد ما هو الإسلام كتاب مختصر مترجم باللغة الإنجليزية بعد فترة ذاك الرجل قال لهذا الأخ أنه أنا رحت إلى إفلان دولة أجنبية عدنا تعامل تجاري امرأة كانت في تلك الشركة أعطيتها هذا الكتاب بعد يوميا جاءت وأعلنت تشيعها يوميا عرضنا إحنا ضعي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لاحظوا هذه النماذج النبي صلى الله عليه وآله قال لها لا تطلبي من علي شيء ولذلك في يوم الأيام أمير المؤمنين دخل الدار مضمون الرواية وقال هل في البيت شيء عندك شيء قالت منذ الثلاث ماكو في البيت شيء أمير المؤمنين قال لماذا لم تخبريني قالت لأن أبي نهاني عن ذلك امرأة لا تطلب من زوجها شيء عندنا من يحتاج إلى هذا النماذج المرأة التي تربي مثل زينب وأم كلثوم صلى الله عليهما نحن من يحتاج إلى هذا النماذج الإمام الحسن والإمام الحسين في مكانهما فاطمة صلى الله عليها في حياتها العائلية فاطمة صلى الله عليها في حياتها مع زوجها فاطمة صلى الله عليها في تعاملها مع أبنائها فاطمة فاطمة العالمة فاطمة المجاهدة جاهدت الآن بغض النظر عن الإمامة المعصومون كانوا المجاهدين ضد الطغاة وضد الحكومات المستبد يعني بعبارة أخرى كانوا قلاع الحرية أئمة أهل البيت والمعصومون صلى الله عليه إحنا في الواقع نحتاج إلى عرض هذا النموذ في بلادنا في عوائلنا وللعالم هذه الكلمة الثانية الكلمة الأولى فاطمة صلى الله عليها مقياس الكلمة الثانية فاطمة صلى الله عليها قدوة للمرأة وللرجال أيضا الكلمة الثالثة وأختصر جدا هناك فراغات تتعلق بهذين الشهرين نحن ينبغي أن نحاول أن نملأ هذه الفراغات أمثل لكم بأمثلة سريعة المثال الأول العام كان لهم فقه عائشة عائشة لها فقه ومن فقهها الذي يقولون أنها خرجت على إمام زمانها الذي قال النبي حربه حربي هذا من فقه أيضا فقه عائشة كان هناك فراغ فقه فاطمة في حدود علمي أنا ما أدعي الإحاطة ولكن في حدود علمي كان هناك فراغ في هذا الجانب الوالد رحمه الله ملأ جانبا من هذا الفراغ وكتب مجموعة من المجلدات في فقه فاطمة صلوات الله عليه بعضه طبع وبعضه لم يطبع ثانيا هناك فراغ في مخاطبة العقل الجامعي إحنا الكتب اللي عندنا كلها كتب جيد ولكن كل جيل له عقلية معين إحنا يجب أن نكتب كتبا حول فاطمة صلوات الله عليها تخاطب عقلية الجامعي أكو فراغ في هذا الجامع من يكتب إحنا يجب أن نكتب شوفوا إحنا كم كتاب عندنا حول الحجاب عندنا كتب كثيرة وكل هذه الكتب تملأ جانبا ولكن كم كتاب عندنا يخاطب عقول الجامعيات ويتحدث بلغته قليل عندنا هذا الفراغ ينبغي أن نحاول أن نملأ هذا الفراغ ثالثة الكتب التي تخاطب العاقل الغربي الغرب إلى عقلية معينة تختلف عن عقلية الشرقي الكلام الكلام الذي تقوله للشرقي ربما لا يمكن أن تقوله للغربي إحنا نحتاج إلى كتب حول فاطمة صلوات الله عليها تخاطب العقل الغربي البارحة أولة البارحة شفت كتاب كتبه واحد خصيصا لمخاطبة العقل الغربي حول الزهراء صلوات الله عليه كيف نطرح قضية فاطمة صلوات الله عليها للغربي هذا فراغ مخاطبة العقل الجامعي مخاطبة العقل الغربي رابعا وأخيرا إحنا عدنا فراغ في المؤسسات الاجتماعية الصغيرة المؤسسات الاجتماعية الصغيرة بعبارة واضحة يعني المجالس البيتية هذه جدا مهم الكيانات الكبيرة حسينيات مساجد كلش مهم ومؤثر ولكن هذه المجالس لها دور كبير ومهم الآن أيام جمادة تشويق هذه الظاهرة إذا نتمكن كل واحد مننا في بيته هذا الشيء الذي ينتشر في الكويت من عاميا ثلاثة أعوام أربعة أعوام بعض الشباب تبنوا هذا الشيء في شهر جمادة الأولى وجمادة الثانية كل لأكو هنالك قراءة أو احتفال في بيت تبنوا هذه هذه جدا مهم وتقوم بدور لا تقوم به الحسينيات والمساجد الكبير وهذا له تفصيل يجب أن يذكر في مكان آخر تشويق هذه الحركة هذا مؤثر جدا وحافظ لأولادنا حافظ لبناتنا وعامل للبركة في بيوتنا هناك واحد من الأخيار في الكويت هذه القضية ما القبل 42 عام تقريبا أو 43 عام قال أنا ذهبت إلى البحرين في تعامل تجاري كان عندنا تعامل ويا واحد من أبناء العام تعامل تجاري يقول أنا قلت له بكرة أنا أمر عليك قال بكرة تعطي يقول أنا فكرت أنه ليش بكرة تعطي ما أجي في بالي شيء عيد ميلاد شيء ما أجي في بالي يقول قلت له لماذا بكرة تعطي قال أنت الشيعي لماذا لا تعلم قلت ليش قال بكرة وفات فاطمة صلوات الله عليه وإحنا تعطي العدن واحد مخالف ولكن بكرة تعطي يقول هاي الكلمة أثرت فيه فعاد إلى الكويت وبدأ بقراية في أيام جمادة الظاهر جمادة الأولى هاي القراية مستمرة من قد أكثر من أربعين عام إلى هذا اليوم ومبعث للخيرات والبركات الكثيرة أنتو شوقوا الأفراد يمكن هذا البناء الذي أقمتو يبقى إلى مئة عام أكو قرايات في طهران الآن مضى على عمرها أكثر من مئة عام تشوق هذه الحركة الوالد عندما كان في الكويت رحمه الله شوق هذه الحركة حركة المجالس البيتية والآن ربما بالمئات أكو قرايات في الكويت وأنا الآن ما أذكر واحد بدأ وانقطع لأن الذين بدأوا لمسوا الخيرات والبركات نحن بقدر إمكاننا يجب أن نحاول أن نملأ هذه الفراغات هذه إن شاء الله كلها ذخائر للآخرة السيد كاظم القزويني رحمة الله عليه نقل البارحة واحد من الذين كانوا في دفنه قال أنه عندما أردنا أن ندفنه في قبره وضعنا في مقابل وجهه بوصيته كتاب فاطمة من المهد إلى الله هذه وثيقة من وثائق الشفاعة السيد كاظم يأتي رحمة الله عليه ومعه كتاب علي من المهد إلى الله الكفاء يجي ومعه كتابه المشهور ألف كتاب حول الصديق الكبرى وحكم عليه بالإعدام في الحكومات الدكتاتورية في العراق ولكن الله تعالى نجاح الكفاء يأتي مع ذلك مع هذا الكتاب العلامة الأمين يأتي ومعه كتاب الغدير صاحب العبقات يأتي ومعه كتاب العبقات العلامة العلامة الحل يأتي ومعه تشيع إيران أجزاء كبيرة من إيران تشيعت على يد العلامة الحل في قضية خدا شابند ذلك الرجل الذي قال أي منطقة هي أكثر المناطق نصبا لأهل البيت قالوا له فلان منطقة قال أنا أروح أنشر التشيع في تلك المنطقة من مناطق إيران وجاء ونشر التشيع في تلك المنطقة الآن ما أعلم هذه القضية له قضية ثانية بعد فترة المخالفون جمع حول جماعة هداهم إلى الطريق كانوا في يوم الجمعة في مسجد ما أعلم هذا الرجل له رجل آخر اجتمع المخالفون وأحاطوا بهذا المسجد وهدموا عليهم هذا المسجد صار مقبرتهم هناك هذا يأتي ومعه هذه التضحية الكبرى إحنا عندما نأتي يوم القيامة نأتي بماذا ذيك المرأة بعد ذهبها وطبعت كتاب حيات أمير المؤمنين الشيخ محمد جواد البلاغي باع بيته وطبع كتاب حول الدين الكتاب المعروف كل واحد من هؤلاء يأتي ومعه هذه الوثيقة للشفاعة إحنا يجب أن نفكر نأتي وماذا بيدنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي